محمد سعيد نجم قناة النادي الأهلي الشكر جزيل وموصول لحضراتكم إطلالة هي الأولى من داخل استوديوهات قناة النادي الأهلي في شكلها الجديد في ثوبها الجديد ومن خلال برنامج الأهلي الليلة هنحل ضيوف على حضراتكم من آن لآخر علشان نناقش دستور الأهلي دستور الأهلي هو الليحة ليحة النظام الأساسي اللي الحقيقة اللجنة المشكلة لهذا الغرض من قبل مجلس الإدارة انتهت من إعدادها وطرحت مسودتها أو مشروع اللائحة للنقاش والحوار المجتمعي ليتفضل السادة أعضاء الجميع العمومية بالاطلاع عليها وبالنقاش حولها وأيضا عرض مقترحتهم بشأن بنود ومواد هذه اللائحة اللي بتزيد عن 120 بند الحقيقة أو مادة هذا الدستور وهذه اللائحة بتأتي اتساقا وتناغما مع قانون الرياضة الجديد اللائحة الحقيقة بذل فيها جهد كبير جدا من قبل لجنة الأعداد اللي كان بيتولاها القامة القانونية الأهلوية الكبيرة المستشار محمود فهبي وكان بيشارك من آخر مع اللجنة الكبت المحمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي حتى انتهت المسودة أو المشروع وطرح للنقاش أصبح متوفر على كل المواقع الإلكترونية في كتيبات توزعت على السادة الأعضاء الرائع الحقيقة أن الأعضاء تقدموا بمقترحات عدة حول بعض بنود هذه اللائحة الأروع أن اللجنة المركزية لإعداد اللائحة استجابت لكتير من هذه المقترحات وعرضتها على مجلس الإدارة اللي وافق على ستة منها في اجتماعه الأخير اللي نعقد يوم الاثنين الماضي الحقيقة أنه عندنا مهمة كبيرة ملقاة على عاتق أعضاء الجميع العمومية أعضاء الجميع العمومية لنادي الأهلي اللي دايما بيضربوا المثل والقدوة في الحفاظ على ناديهم يمثلوا محائط الصد المتين تجاه النادي الحفاظ على حقوقه خاصة أنه فكرة طرح الليحة للمناقشة ربما هي المرة الأولى اللي بيقدم عليها نادي في مصر مع كل التقدير للأندية اللوايح طرحت للتصويت مباشرة لكن النادي الأهلي لأنه نادي الأهلي هو قطرة الرياضة في مصر وبيقدم المثل والقدوة حريص على صنع لائحة تليق باسم نادي القرن يشارك فيها أبناؤه يشارك في صنعها أبناؤه وبالتالي هذه اللائحة تأتي فنيا متسقة مع قانون الرياضة ومع الدستور لكن بنكهة النادي الأهلي طيب إيه المطلوب مننا؟ عندنا يوم 28 سبتمبر الحقيقة التصويت على هذه اللائحة ما زال باب الاقتراحات مفتوح حتى يوم 9-9 ثم ستعمل لجنة الصياغة على الشكل النهائي لهذه اللائحة قبل أن تعرض مرة أخرى على الأعضاء للتصويت عليها يوم الجمعة 28 سبتمبر وزيما الأهلوية حيئة زحفوا صوب معقل النادي الأهلي في الجزيرة في 30 نوفمبر 2017 للتصويت في انتخابات مجلس الإدارة بجميع عمومية هي الأكبر في تاريخ النادي الأهلي اقتربت من 40 ألف احنا متوقعين إن شاء الله إنه يكون في إقبال أيضا كبير من أبناء النادي الأهلي على هذه اللائحة ليصنع أو لتصنع عائلة الأهلي أعضاء وجمهوره دستور على جديد للنادي الأهلي زي ما كان عنده دستور غير مكتوب طوال 111 سنة يكون عنده أيضا دستور لكن هذه المرة مكتوب من خلال لاحة النظام الأساسي قررنا